من صحيفة الجريدة ونقف مع زاوية بلا أغنع للكاتب زاهر بخيت الفكي والتي جاءت هذه المرة بعنوان أيقظوهم بالهتافات يبدأ الفكي زاويته بالقول الحق حق يا لجان وحماية الثورة لن تتأتى إلا بالطرق أو بالطرق المتواصل على أبواب المسؤولين حتى لا ينحرفوا عن جادة طريق الثورة وحتى لا تنسيهم المكاتب الفخيمة والمقاعد الوثيرة أن الثورة كانت وما زالت مطيتهم للوصول إلى هذه الوظيفة ولولاها لظل أكثرهم نكرات خارج ودخل السودان يعانون مثلنا شظف العيش ويتذوقون معنا مرارة قسوة الحياة في بلد استأثر ساستها بنعيمها أوردوا مواطنيها موارد الفقر والجوع وأوصلوه إلى هذه المحطة الكئيبة يضيف الكاتب لا تيأسوا لاحقوهم وذكروهم دوما بوجودكم ويقضوهم بهتافاتكم حتى لا يحلموا بالبقاء على هذه المقاعد بلا عمل أو إنجاز ملموس يزيدوا الكاتب أخرجوا تصحبكم السلامة واملؤوا الطرقات بالهتاف وواصلوا الخروج لنيل المطالب وما بالتمني والتقاعس نبلغ العلا ولن نادى المطالب بالأماني عرقلوا مسيرة كل من ظن أن الثورة جاءت به لأحقيته بالمنصب ولأفضليته هو على غيره وحدثوه بأننا سواء في وطن جديد الأفضلية فيه لمن قال قوله وكثر عمله وتقدم الصفوف وتجرد من كل أنانية وعمل بصدق لأجل الواطن والمواطن يتابع الكاتب لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال واعلموا أن بيننا كثيرا من الانتهازين من من يدثرون بثياب الثورة يهتفون بأفواههم بشعاراتها وقلوبهم ضدها يتظاهرون بالثورية ويتخذونها مفتاحا للدخول بها إلى مكاتب ساسة جدد تحول أو تحاول حداثة تجربتهم بينهم والتمييز بين الصالح والناس والطالح أمثالهم يتحينون الفرصة أو الفرصة للانقضاض على الثورة والوصول بها لأهدافهم هم وليذهبوا صناعها وثوارها ومن مهروها بالدماء إلى الجحيم هؤلاء تخيفهم الهتفات وترعبهم المسيرات وتردك خططهم مسيراتكم وخروجكم السلمي المتواصل إلى الشوارع ويردف الكاتب حدثوهم بأن البقاء في هذا المكان الأصلح في زمان ذهبت فيه قدسية الحاكم إلى غير رجعة لأسيما من خلت صفحات سجله من أي إنجاز واخبروهم بأن المواطن المحكوم صار بوعيه واستنارته مشاركا أصيلا في إدارة شأنه لا وصاية لأحد عليه إلا بالقانون والدستور المتفق عليهما ويختم الفكزوية بالقول ندعم خروجكم السلمي وندين أي محاولات أو محاولات عنف لقفل الطريق أمامكم للوصول وإسماع صوتكم لكل الساسة في البلاد بلا استثناء ترجمة نانسي قنقر